إلى الملف المصري حيث قال محمدا ورسدات رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري إن فوز خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين رسالة قوية للدولة المصرية وأضاف في بيان أن الإرادة الشعبية تنتصر في النهاية مهما كان حجم الدعم أو المساندة لمرشح الدولة ومهما كان حجم المعوقات المباشرة أو غير المباشرة التي يواجهها بعض المرشحين وأوضح السادات أن تجربة البلشي تحمل معها أملا جديدا في تحقيق مزيد من النجاحات وأتؤكد أن المعارضة إذا آمنت بقدراتها ربما تصنع معجزات فلم يكن الكثير يتخيل فوز البلشي نقيبا للصحفيين وهو يرأس أحد المواقع الإلكترونية المحجوبة ووجه سادات خالصة التحية والتقدير لجموع الصحفيين الذين توجهوا أو توجهوا هذه الانتخابات بإرادتهم الحرة وينضم إلينا عبر الإنترنت من القاهرة السيد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري سيد أنور سادات أحييك ودعني أنطلق من بيانك الأخير المتعلق بنقابة الصحفيين وفوز خالد البلشي وكانك تقول أن هناك رسائل يجب أن يستمع إليها النظام يجب أن تستمع لها الحكومة من خلال فوز البلشي على مرشح مدعوم من قبل الحكومة وهو السيد خالد ميل ما هي هذه الرسائل من وجهة نظرك؟ يعني أولا مساء الخير عليك وكل سنة طيبين بمثل شهر رمضان ما فيه شك أن فوز الأستاذ خالد البلشي ومش هو واحد فقط لا مع مجموعة من الصحفيين المتميزين جمال عبد الرحيم والجرحي والشام يونس الحقيقة يعني وبالذات منصب النقيب كان مفاجأة للجميع حينما يعني وأسعد الجميع وشعرنا جميعا أن لما بتبقى فيه إرادة لجموع الصحفيين في اختيار نقبهم بتتحقق في النهاية مهما كانت يعني فرص المرشحين الآخرين وإمكانياتهم ودعم الموجه لهم ودي بنعتبرها يعني رسالة وزي ما بنقول يعني أمل إلى أنه الناس لما بتشارك ولما بتنزل ويبقى لها حضور وتواجد ممكن تعمل فرق عايزين نشوف نفس المشهد ده في كل الاستحقاقات الانتخابية القادمة يعني انتخابات رئاسية في 24 انتخابات برلمانية في 25 وما إلى ذلك لأن أنا واحد من الناس اللي بيؤمن بأنه التغيير بيتم عبر الوسائل الديمقراطية والممارسة السياسية وتدول السلطة ده أمر طبيعي هيحسمه سنديء الانتخابات وأيضا الممارسة الديمقراطية لكن يعني فكرة المقارنة ما بين انتخاباتنا قابلة الصحفيين وهي انتخابات لعدد قليل من أفراد بضعة ألاف وأمور مسيطر عليها بشكل كبير وحتى لعل البعض يقول ليس هناك فارق كبير في تعامل الحكومة والدولة مع خالد البلشيا وحتى خالد ميري سحب هذه الانتخابات على انتخابات أكبر كانتخابات رئاسية أو برلمانية في مصر لعل البعض يقول أن هذا غير منطقي وغير صحيح لأن الانتخابات سواء الرئاسية أو برلمانية تغضع لأمور أخرى ولمتغيرات أخرى وحتى الترشح لها بيغضع لضوابط مختلفة إذن هي عملية سياسية مختلفة فعندما نشبه هذا بذلك ليس من الواقع في شيء أليس هذا صحيح سيد السادات أم لا؟ هو صحيح لكن هي بلالة على أن المشاركة والنزول في الانتخابات وأن الناس تشعر أن مشاركتها وسطها ممكن يعمل فرق هو ده الأهمية في الموضوع ما فيه شك طبعا لو بنكلم على انتخابات رئاسية مش هنقدر نقارنها طبعا بانتخابات زي انتخابات مقابة الصحفيين أو غيرها إنما هي الدلالة على أن الناس لازم ترجع تاني تبقى مقبلة شهيتها مفتوحة على المشاركة وهو ده اللي احنا بنحاول نوصله للناس أنه انزلوا ولازم يبقى لكوا رأب ويبقى لكوا موقف وليكوا صوت أيا كان المرشح اللي هتختاروه فهو ده الدلالة اللي احنا بنقولها لكن يعني طبعا التشبيه مع الفانق يعني اسمح ليسا سادات العل البعض ممكن يختلف مع حضرتك يقولك لا الكلام اللي بيقوله السيدة عنوار السادات ده كلام مجافي للواقع وإن مسألة المشاركة في أي انتخابات في مصر لا جدوى لها بدليل كل التجارب أو كثير من التجارب السابقة بل على العكس ده ممكن هذا الزخم وهذا الحضور يعطي انطباع بأن الأمور بشكل عام تشتير في مصرها الصحيح وهذا على غير الواقع كما يرى البعض لا أنا مش متفق مع هذه الصورة السلبية أو السوداء يعني لا أنا بقول أنه وإلا يبقى هنبطل بقى انتخابات ويبقى كلها بالتسكية وما فيش داع نضيع وقت لا ده دور كل القوى السياسية والناشطين والمصقفين كل القوى الحية عليها أن تدعو الناس إلى أنها تشارك ويبقى لها يعني رأي مش بس في انتخابات كمان لها رأي من خلال التمثيل بتاحهم سواء في نقابات اتحادات في مجالس نيابية عشان هي دي الناس اللي هتعبر عنهم وهتتكلم باسمهم إنما لو كلنا تراجعنا وشعرنا أنه يعني أن أي انتخابات محسومة أو ما فيش فايدة يبقى يعني بلاها بقى سياسة وبلاها أي حاجة لا أنا مش متفق مع هذه الرؤية حتى وإن كان البعض بيبني رأيه ده على تجارب سابقة أنا بقول الدنيا بتتغير وإحنا بنشوف حوالينا نمازج كثيرة جدا ليه الدنيا تتغير يعني أعتقد فيه آخر انتخابات عدد من المرشحين ذهبوا للسجون والمعتقلات ليه الآن انت شايف أستاذ سادات إن الدنيا تغيرت إيه الملامح اللي بتقول إن الدنيا تغيرت شوف خلينا أقول لك المزاج الشعبي بيتغير وقبل المزاج الشعبي ما بيتغير كمان يعني أنا مش عايز يعني نبقى أسرع لتجارب ممكن كانت صعبة في الماضي لابد إن احنا نحاول نغير الواقع ونغيره بالطريقة اللي بيرسمها القانون والدستور إحنا ما بنقولش حاجة يعني زيادة يعني زيادة ولا حاجة يعني إنما لو هنيأس يبقى يعني يعني هنروح لفين وإحنا شايفين أمامنا نمازج من دول كثيرة جدا ما فيش حد أكيد عايز بالتأكيد يدعو الناس لليأس لكن بنفس الوقت ما تدعوش الناس على حد تعبير البعض لأمل غير حقيقي لا لأنه أنا بشوف إن التغيير الآن وفي هذه الأزمنة يعني لا يأتي بالصورات التغيير بيأتي من خلال الأطر الطبيعية اللي بينص عليها الدستور والقانون وإذا كنا فعلا عايزين نغير وعايزين نشوف دماء جديدة وجيل جديد يبقى يجب إن احنا ننزل ونشارك ونشجع الناس وهو ده اللي بنقوله حينما نلتقي بأي تجمعات شبابية أو غيرها ده اللي احنا بنشجعه لهم مش عايزين الناس تبقى سلبية وكل واحد يقول طب وانا يعني لما هقضل بصوتي ولا لو منزلتش ايه الفرق لا الكلام ده كلام يجب أن يتوقف ويجب إن احنا نبقى إيجابيين إذا كنا عايزين نغير في حياتنا وفي كل ما يعني نأمل إنه يحدث في طفرة حقيقية كان ليك بيان أعتقد منذ فترة ليست ببعيدة بتدعو في القوى السياسية والحزبية جماعة المثقفين على حد تعبيرك بمرشحين على قدر من المسئولية والكفاءة ما الذي تريده سستدات من القوى السياسية والحزبية وجماعة المثقفين حتى تكون الأمور أكثر وضوحا نحن عايزين نتفق على عدد وليكن شخصية أو اثنين أو ثلاثة بحد أقصى يعني على معايير محددة ممكن يبقوا منافسين حقيقيين وهذه الشخصيات اللي هنتفق عليها يتم طرحها من خلال وسائل متعددة من خلال نقابات كس نطلع رأيي يعني نقابات اتحادات أحزاب ثم نتجمع جميعا خلف هذا المرشح اللي هننتهي إليه عشان نشهد انتخابات حقيقية بمنافسة شريفة يبقى هناك متابعة ومشاهدة من الجميع يقدر يعني يؤكد على فرص ومعايير متساوية لكل المرشحين وإحنا شفنا ده بيحصل مش بس في مصر عندنا نموذج تركية زي ما احنا شايفين القوى السياسية اجتمعت على المرشح والمرشح ده هينزل وهينافس في معركة انتخابية حقيقية هو ده اللي احنا عايزين نشوفه في مصر بصرف النظر بقى ما ستصفر بس طب انت تضمن سلامة هذا المرشح لا انا برضو ما هو ده نفسه تاني هياخدنا ليه الجزئية الاولانية اللي اتكلمت فيها انا اعتقد كل وقت يعني له وقته له ظروفه انا لا اعتقد انه الدولة المصرية الان وبعد امن عاد اليها الاستقرار وعاد اليها يعني الهدوء واعتقد انه ممكن نسمع عن اي تجاوزات تحدث في حق اي مرشح كما حدث امريكا خلينا سألك بصراحة معروف عنك الصراحة طبعا استاذات لاني انا قرأت كلامك دوت حتى على كتير من شخصيات يعني وازنة على السوشيال ميديا فكرة المرشح والانتخابات القادمة هل لديك اشارات معتبرة اشارات واضحة بان هناك تغيير للنهج في مصر فيما يخص التعامل مع الانتخابات القادمة او التعامل مع المرشحين الذين سيقدمون انفسهم في هذه الانتخابات اشارات تؤكد للناس لا ان الامور ذاهبة الى سكة التغيير بشكل او باخر يعني اقصد هنا ليس تغيير الاشخاص ولكن تغيير البيئة والمفاهيم انا اعتقد ان هذا يحدث الان في مصر حتى وان كان بشكل محدود بس في علامات في مظاهر نقدر نقرأ من خلال ما يحدث حتى وان كان قليل لكن المناخ السياسي انا بشوف انه هيسمح بانتخابات حرة وكمان العالم من حولنا هيتابع هذا وهيشاهد هذا فانا اعتقد ان الفرصة مواتية ويجب ان احنا ما نترددش يعني ما يبقاش مسيطر على ازهالنا انه اي مرشح ربما يتعرض لما تعرض اليه مرشحين اخرين قبل كده او مش هيبقى عنده الفرص المتساوية احنا بنسعى ان احنا يبقى انتخابات تنافسية معايير تطبق على الجميع ويبقى هناك متابعة ومشاهدة الانتخابات سواء من الداخل او من الخارج يعني هو ده احنا عايزين نعمل يعني انتخابات يشهد بيها العالم من حولنا ايا كان نتائجها طيب انا عايز اختم بسؤال لو مش عايز تجاوب عليه ده طبعا حق ليك في النهاية انت شخصيا محمد انور السادات وانت رئيس حزب سياسي في مصر هل تفكر جديا في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة ام لا حتى هذه اللحظة وانا قلت هذا الكلام وبأكده ما عنديش لا نية ولا رغبة لان انا مؤمن ان هناك وده اللي هيتم من خلال استعراض بعض من الاسماء ربما هناك من هم انسب من هم اصلح واكفأ ودم جديد وجيل جديد يقدر يتعامل مع الواقع الجديد اللي احنا عايشينه والتحديات الكبيرة اللي بتواجهها مصر واحنا انا وغيري بالتأكيد هنبقى يعني داعنين ومساندين وفي اي وقت يطلب رأينا مشورتنا احنا عايزين بصراحة الرئيس القادم لمصر يبقى فيه يعني فرصة ان الناس تشارك معاه امالها وطموحاتها القرارات اللي بتحدث التخطيط اللي بيتم عايزين يستمع الى فئات وشرائح المجتمع كله ممثلة سواء في مجالس نيابية منتخب انتخاب حقيقي نقابات عايزين الناس تبقى حاسة ان البلد بلدهم الوطن للجميع بالمعنى وبالروح اللي احنا بتتكلم به قالوا السادس محمد انور سادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية المصرية بشكرك على هذا اللقاء تأكيد بتمنى لك السلامة والعافية